نقلت شبكة سين إن عن مسؤول أمريكي قولا أن مدمرتين أمريكيتين تحركتا مؤخرا من خليج عمان إلى البحر الأحمر لتكون أقرب لإسرائيل وقال مسؤولنا أمريكيون لسين إن أن واشنطن تواجه صعوبة في تحديد موعد وطبيعة الرد الإيراني لقيام طهران بنقل أصول عسكرية لكنها تتوقع ردا خلال الأيام المقبلة وربما في الأربع والعشرين ساعة المقبلة وشاركت الشبكة الأمريكية إلى أن مدى مشاركة الولايات المتحدة في الحرب يعتمد بشكل كبير على كيفية رد إيران على مقتل إسماعيل هنية